شجب مجلس رؤساء الكنائس الاعتداء الآثمة على كنيسة الأباء والأجداد التاريخية العريقة في بيت ساحور والمتمثلة بقيام عدد من الأشخاص برشق الكنيسة بالحجارة وتحطيم جزء من محتوياتها إثر مشاجرة بين بعض الشبان وجاء في البيان إننا ندين هذا الهجوم ونطالب بتقديم المهاجمين للعدالة في أسرع وقت ممكن كما أشاد المجلس بجميع أولئك الذين وصلوا إلى الموقع من مختلف الأديان والعائلات وبذلوا قصار جهدهم لحماية الكنيسة من المهاجمين